مرحبا شكرا لمتابعتكم تيك ميشن بعلم الهواتف رخيصة التمن في اسم الكل اللي بيعرفوه وعندهم ثقة فيه شاومي الهاتف اللي بي ايدي اسمه بوكو اكس ثري بوكو من شاومي مواصفات لسه اعلى وسعر لسه ارخص 280 دولار او 900 درهم لكل المواصفات رح يكلكون عنا بعد شوي تابعونا معروف عن شاومي اساسا انه كريمي بالمواصفات بس بهذا السعر صراحة ما تخيلت لقي كل هاي المواصفات بالبوكو اكس ثري منبدأ من الشاشة 6.67 انش فل اتش دي مع اتش دي ار تن معدل تحديث 120 هيرتز ايه سمعته صح 120 هيرتز ب 900 درهم البطارية 5160 ميلي امب ساعي يعني انهارين برياح على استخدامي انا وانهار وشوي مرتاح لأي الشاحن 33 واط مو اسرع شي موجود اليوم طبعا بس من صفر لشاحن كامل خلال حوالي الساعة المعالج snapdragon 732 جي هذا معالج جديد مخصص لدعم الالعاب بالهواتف من هاي الفئة والاداء ما بيخبي حاله قبلا رام 6 جيجا بايت هارد 64 جيجا بايت فيه نسختانية 128 هلا بخبركم عنا الصوت استيريو من سماعتين فوق وتحت فيه ضوء شعارات وفيه جاك سماعات وضد المي مو تماما يعني ip53 يعني تضطرش مي بالغلط مو مشكلة ابدا بس ما تنزلوه تحت المي وكل هالشي بسعر 900 درهم بالمناسبة 900 درهم مع سماعة مي ترو ويرلس بايزيك اس الحقيقة انا دائما بحترم الشركة اللي بتقدم مواصفات عالية بسعر مناسب لانه بعرف انه الفئة الاوسع بمجتمعتنا العربية عم تفتش عن هذا الشي عن افضل مواصفات بارخص سعر بالتصميم الخارجي الخلفية بلاستيك مو بلاستيك رخيص بلاستيك حلو الاطار الامنيوم وبتحسوه قوي الزجاج الامامي جوريلا جلاس 5 والتصميم حلو وبسيط الكاميرات مجموعة مع بعض بطريقة كتير حلوة ومختلفة عن اللي تعودنا عليها السنة شوية عالية بس هدا الشي بتعوده بالكفر الموجود مع الموبايل بالعلبة اما بالاداء فشوما ما انا مسترخصة ابدا هلا اكيد في فرق بينه وبين الاجهزة اللي تمنى اربع اضعاف تمنه لكن مو هالفرق اللي بيخلينا نبرر اربع اضعاف التمنه شاشة على سبيل المثال IPS LCD يعني مو اموليد يعني السطوع والالوان اقل بشوي بس مو بكتير بينقصة الشاشة الدائمة واللمس مرتين لتصحي الموبايل وهي التفاصيل الصغيرة تبع الاموليد بس ما بينقصة اداء ولا راحة للعين ولا حتى جمال بالالوان بالالعاب بين الشاشة والمعالج عنا تجربة الالعاب ممتازة كمان مرة بالنسبة للسعر ما فيني اقول اي شي سلبي عن تجربة اللعب قارئ البصمة على زر التشغيل انا بحبه هيك سريع؟ سريع بما فيه الكفاية ما عندي اعتراض عليه ابدا وكمان اذا بتلاحظوا تليفون اسمه NFC POCO X3 NFC طبعا غريبة انه شومي عم تحط NFC باسم الموبايل لانه مو هالشي الكتير مميز او كتير غريب بس بهاتف من هذا السعر حلو انه نكون منقدر نعمل جوجل بي على سبيل المثال الكاميرا الرئيسية 64 ميجابيكسل الكاميرا الامامية 20 ميجابيكسل انتو بتعرفوني ميجابيكسل ما كتير بيهمني اللي بيهمني بالاساس هو الاداء على ارض الواقع وبالاداء على ارض الواقع الكاميرات اداءه معقول جدا جودة الصور بالاضاءة العادية عم تكون جيدة جدا فيه تفاصيل وفيه dynamic range مقبول جدا بالاضاءة المنخفضة سواء صورنا بشكل طبيعي او بوضع التصوير الليلي عم ناخد جودة مانة كتير جيدة جودة معقولة كتير بالنسبة لهاتف من هذا السعر ما فينا انتوقع انه رح يكون فيه dynamic range عالي بالوضع الليلي ولا فينا انتوقع انه رح يكون فيه تفاصيل عالية لكن بالنسبة للسوشال ميديا اكيد من المناسب تماما انكم تصوروا فيه وتنشروا على السوشال ميديا وما حي خيلكون تطبيق الكاميرا قياسي لحد كبير بس فيه كتير مواصفات وفلاتر انا ما بحب الفلاتر بس بحرف انه في كتار بحبوها فيه شوية حركات مثل كلون انه تصور حالك اكتر من مرة بنفس المحل وفيه حركات تانية عموما ليلي بحبوا الصور اللي فيها افشات الهاتف مناسب لكم تماما خلاص الحديث عن الكاميرا نحن عم نحكي عن سنسر سوني اي ام اكس 682 يعني ما فينا نقول انه هو سنسر ممتاز هو سنسر مخصص للهواتف من هالفئة السعرية عم يعطينا افضل اداء بهالفئة السعرية بس ما عم يعطينا اداء فلاكشب حقيقي بالنسبة للكاميرا بالنسبة للفيديو عنا بال HD لحد 60 اطار بالثانية عظيم كتير عنا فوركي لحد 30 اطار بالثانية كمان عظيم كتير ومع عندي اي اعتراض بالنسبة للفئة السعرية ممتاز جدا اداء الفيديو لاحظوا انه لا يوجد تثبيت بظري يوجد تثبيت على ما يبدو انه ديجيتال الفيديو اللي يعدمه الهاتف منطقي جدا بالنسبة للسوشال ميديا وما ستحتاجه اكتر منه اذا كنتوا هاده هو الشيء اللي بتعملوه بالمناسبة هذا الهاتف 64 جيجا بايت ب 900 درهم في فئة ثانية هي 128 جيجا بايت ب 1000 درهم بس بالمناسبة فيكن تستخدموا ميموري كارد لحتى توسع الميموري تبع هذا الجهاز شخصيا بانصحكم تاخدوا الارخص وتضيفونه ميموري كارد عند الحاجة بالخلاصة هاتف بتصميم مميز ومواصفات عالية وسعر كتير رخيص هل مننصح فيه؟ ايه بنصح فيه بدون تردد للي يفتشوا عن افضل مواصفات بارخص الاسعار شكرا لمتابعتكم هالفيديو اللي ان شاء الله كان مفيد بالنسبة للكون ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتتابعوني على انستجرام وانا بشوفكم بالفيديو القادم اشتركوا في القناة